كان مدبولي قد استهل جولته بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين وباتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن وأكد مدبولي أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الحكومة تنفيذاً لتكلفات رئاسية بتوفير احتياطي مستراتيجي من السلع الأساسية وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية في كل رقعة على مستوى الجمهورية وخلال تفقده لصلاة العرض وتفقد المنتجات والسلع بمختلف أرجاء معرض أهل الرمضان أذر رئيس الوزراء حواراً مع عدد من ممثل الجهات والشركات العارضة واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبي مختلف احتياجات المواطنين كما اطلع مدبولي على محتويات كاراتين رمضان واطمأن أنها تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ويوفر المعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 25% عن مثلاتها في الأسواق المحلية كما يوفر المعرض في الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة ترجمة نانسي قنقر